موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ في كل مكان إن شاء الله في هذه الحسة ونحاول باش نواصله الحسة الرابعة مع الدوال العدد يا لجدع مشترك أدب نبدأ التمرير الأول حديد مجموعة تعريف الدوال التالية هنا عندي ثلاث دوال فج وآش ونرى كيف سنحدد مجموعة تعريف دياله إذا الدال الأولى في إيكس كما تلاحظون معي خمستاش إيكس والسبعة زائد ست إيكس والثلاثة ناقص من إيكس زائد تسعة هذه عبارة عن الدال الحدودية ومن كتكون عندي الدال الحدودية مجموعة تعريف دياله هي أغ وهنا مجموعة تعريفة الرمز لها بالد كتساولي هي أغ هنا مجموعة تعريف دالة فكتساولي هي أغ ممكن أن يكتب بمجالات ناقص مالا نهاية زائد مالا نهاية إذا الدالة الأولى هي عبارة عن دالة حدودية وأي دالة حدودية مجموعة تعريف دياله هي أغ هنا دالة حدودية ركتكون هناك أعداد تكون موجبة أعداد يعني أعداد معلومة تنتمي إلى أغ ثم هناك تكون إيكس عدد معين سيكون عدد موجب يكون دك شي مع السطر خمستاش إيكس والسبعة يقدر يكون زائد أو ناقص ستة إيكس والثلاثة إلى آخرين ممكن يكون هناك عدد جدري هذه الدالة حدودية إذن مثال أول دالة حدودية وأي دالة حدودية يكون مجموعة تعريف دياله هي أغ ممكن تكتبوها على شكل مجالات كما لاحظتم معي هناك نشوف المثال الثاني ليجدوا إيكس كساوي ثلاثة إيكس والسيتن زائد سبعة إيكس على إثنان إيكس ناقص ثمانية هنا في هذه الحالية اللي حتماية عندي هنا ينبسط وعندي مقام البسط عادي يعني ممكن نعود بأي عدد هنا لكن هنا في المقام كما لاحظت سابقا رمي مكش مثلا ندير هذه الكتابة في الرياضيات يعني نقسم على سفر ثمانية على سفر كتابة غير معرفة في الرياضيات أيضا هنا هذه أحد المقام التي يوجه إيكس أعداد والتعبير هنا يعني نديرها ويقول أنها مجموعة للتعريف مجموعة الأعداد التي يمكن أن يحسب لهم صورة بهادة الدالة ورحنا إذا كيف يمكن أن يحسب لهم صورة بهادة الدالة نكتب دي دو ج نقوم بمجموعة مجموعة أعداد الخصوصة يمنع إلى حقيقة أعداد حقيقة لأنه يجب أن يتحقق واحد الشرط وشن هو الشرط؟ هو هاد المقام هادا يهو إتناني إكس ناقص ثمانية خاص يكون يخالف السفر أي حاجة عندي في المقام خاصة تكون تخالف السفر قد نشوف هنا يا كيفاش قد ندير هدي تلقى شنو هاد الأعداد لها خاص أقول إياه هاد الشرط يعني إتناني إكس ناقص ثمانية تخالف السفر نحول ناقص ثمانية الجيال أخرى هاتول إتناني إكس تخالف ناقص ثمانية هاتول لنائز زائد ثمانية والصفر زائد ثمانية هو ثمانية ممكن أن يجب الثمانية إثنان في المقام لأنه عدد يخالف السفر إذن إكس تخالف ثمانية على جوج لممكن أن نختزل لتطنية أربعة إذن إكس تخالف أربعة إذن مجموعة تعريفية مجموعة الأعداد التي تنتمي الأعاب بحيث كما نقيت هنا X يخالف 4 يعني دي مجموعة التعريف دي الدلة الجي هي مجموعة الأعداد اللي كانت تتامل من طبيعة الأعداد الحقيقية بحيث خاصة تكون تخالف لي أربعة هنا ممكن أنني أكتبها عبارة عن مجالات يناقص ما لنهاية نحاول أنني باش نديركم هنا في هنا الصفر هنا أعداد سالبة ناقص ما لنهاية زائد ما لنهاية هنا قلنا كل شي الأعداد ما عاد العدد أربعة العدد أربعة لما غادش يكون إذا رمنا قص ما لنهاية تل أربعة هنا قدرت مازال مفتوح من جيس أربعة لأنه أربعة يخالف أربعة ما كيناش أربعة اتحاد أربعة أربعة زائد ما لنهاية هذه مجموعة التعريف دي الدلة الجي يعني كل شي الأعداد الحقيقية ما عدد أربعة لو لاحظتوا معي أجلوا نشوفوا هنا يعودنا هنا بأربعة في الدلة تلاتة أربعة أو سي اتنان زائد السبعة في أربعة إلى آخر ممكن أنني يحسبها وهنا في المقام لاحظوا معي في المقام تعطينا هي جوج في أربعة ناقص ثمانية هذا في المقام ستعطيني هي ثمانية ناقص ثمانية و ستعطيني هي سفر يعني يعود هنا إذا بغيت نحسب صورة العدد أربعة رأي الفوق تعطيني عدد مخالف السفر ولكن في المقام ستعطيني سفر ما لا يمكن إذا خاص مجموعة التعريف دي الدلة الجي هي كل أعداد الحقيقية ما عدا سفر ما عدا أربعة عفوا ما عدا أربعة أربعة لي خاصة ما تكونش حيث لا عودت به هنا في المقام ما تعطيني السفر هذا فيما يخص دلة الجي مشوفوا الدلة أش دي أش نفسي هي مجموعة الأعداد اللي كنتم تعمل أغ بحيث مشنوات الشرط إلا حتم عينها أش لإكس كتساوي جدر مربع إكس ناقص خمسة و كما لاحظتوا في السنوات الخصوصا في التلتة إعدادية ما عنديش الحق ندير هذه الكتابة جدر مربع دي العدد سالي مثلا جدر مربع ناقص ثلاثة ما عنديش حق ندير هذه الكتابة لذلك هنا في الدلة الأش ما يكون عندي الجدر مربع داك شلي داخل الجدر مربع خصو يكون أكبر من أو يساوي الصفر كما ذكرتنا ما خصوش يكون عدد ساليب داخل جدر مربع يكون عدد موجب أكبر من أو يساوي صفر لذلك هنا هادتي لداخل جهد المربع وهو إكس ناقص خمسة خاصه يكون أكبر من أو يساوي سفر خاصه يكون أكبر من أو يساوي سفر ما خاصه يكون سالب إذا نشوفوا هنا نفس الشيء هنا نشوفوا شنهما الأعداد اللي كحقوا ليها الكتابة إكس ناقص خمسة أكبر من أو تساوي السفر هذه متراجحة عادي غنحول ناقص خمسة لجيال أخرى يعني بحلقنا غنضيفه خمسة هنا ولضفت خمسة إلى طرفي المتراجحة ما كيتغييرش الترتيب هنا غتسبقى إكس أكبر من أو تساوي هنا سفر زائد خمسة هو خمسة إذن مجموعة الأعداد اللي كتحقق ليها إكس ناقص خمسة أكبر من أو تساوي السفر هم الأعداد اللي كبر من خمسة إذن هدي هي مجموعة التاليف هي مجموعة الأعداد اللي كنتمي لأربع حيث يكون إكس أكبر من أو يساوي خمسة هي ممكن أن نكسبها بمجالات ندير هنا يا تساوي هنا هي خمسة زائد ما لا نهاية لو لاحطوا معي هنا هي المجال مغلق من جيد خمسة لأشي أنه هنا عندي أو تساوي هذه هي المجال مغلق إذن ما هم الأعداد اللي ممكن أن يحسب دين الصورة دياله إذن ما هم الأعداد اللي أكبر من أو يساوي خمسة نأخذ مثلاً شئ عدد يكون هنا داخل هذه المجال مثلاً سبعة إذا جي تعودت بي يعني حسبت صورة سبعة يعطيني صورة سبعة يعطيني هي جدر مربع سبعة ناقص خمسة هذه هي جدر مربع اثنان وهذه ممكن جدر مربع اثنان يعني دكشي داخل جدر مربع وعدد موجب نفطيت خليتشي عدد ما كيش هنا في هذا المجال يعني عدد هنا يا أصغر من أصغر من خمسة نأخذ مثلاً اثنان إذا جي تعود هنا باثنان تعطيني جدر مربع اثنان ناقص خمسة واثنان ناقص خمسة هي جدر مربع ناقص ثلاثة هذه لا يمكن لاحظتم معايا أعداد اللي خارجين على هذا المجال ما يمكنش لينحسب الصورة ديالهم لأنها غتعطيني الكتابة غير معرفة وغير ممكنة في الرياضي إذن من خلال التمرير اللون شفنا كيفية تحديد مجموعة تعريف لثلاثة دوال دالة حدودية كتكون دائماً مجموعة تعريف ديالي ثم الدالة الثانية التي يكون فيها المقام هنا خاصة يكون المقام يخالف الصفر من طبيعة الحق خاصة نشوف على الثانية البسط يعود يكون فيه الجدر مربع ثم الحالة الثالثة هي من التي يكون عندي دالة وفيها الجدر مربع يعني ذاك شيء داخل الجدر مربع خاصة يكون أكبر من أو يساوي صفر نشوف أمثلة أخرين أو تمارين أخرين دوز التمرين الثاني ويستحسن أن التمرين حاول توقفوه هنا تاخد التمرين وتبحث فيه عدد تشوف الجواب إذا هنا نعتبر دالة العددية تالية فللياكسinate 50 عدد حد等一下 2xole2-1 فالتهي حددкую حياة حدد مجموعة الثالثة مجموعة دالة دالة ف هنا دالة حدودية أو عدد 2xole2-1 هي دالة حدودية ويقضح معنى أدا mente دالة حدودية سؤال والثاني يحدد صور إعادة 1 – 1 ثلاثة على اثنان بالدالة من خلال هذا السؤال سوف نرى كيفية حساب صور بعض الأعداد بالدالة ماذا سوف نقوم بحسب صورة العدد واحد سوف نقوم بحسب صورة العدد واحد وكيف سوف نقوم بحسب صورة العدد واحد كان نمشي كيقر Elena ف screening F لواحد سنبدل x و نبدل x بـ 1 أتطني 2 في x تولي 1 و 2 ناقص 1 نساوي 2 1 و 2 هو 1 ناقص 1 هنا نسابق الضرب الأول أتطني 2 ناقص 1 هي 1 إذن ف لـ 1 هذه الكتابة تعني أن صورة العدد 1 بالدالة f روى 1 نرى الصورة العدد ناقص 1 نفس الشيء سيغة الدالة ف لـ x تساوي 2x و 2 ناقص 1 نحسب الصورة العدد ناقص 1 يعني 2x ناقص 1 لكل و 2 ناقص 1 و لاحظتوا هنا هنا ندرة الأقواس لأن هذا العدد نحسب الصورة هو ناقص 1 عدد سالب وهو x بناقص 1 وهو x بناقص 1 وهو x بناقص 1 وهو x بناقص 1 شريطة الأقواس لأن العدد نحسب الصورة سالبا و عندي الأس يعني 2x يشد ناقص 1 كله لأن هذا العدد لأن هذا العدد لا يشد هذا العدد ناقص 1 و نحسب هنا 2x ناقص 1 2x هو 1 و ناقص 1 نحسب الصورة و أقص على الصورة وللقى لهم نفس الصورة ف دي الواحد هو واحد وف دي الناقص الواحد هو واحد يعني جوجت الأعداد وللقيت عندهم نفس الصورة نشوف الآن صورة العدد جدر مربع اثنان ف لأيكس يتساوي اثناني اكس اثنان ناقص واحد نحسب صورة العدد جدر مربع اثنان اذا ف الى السياغرة كله نحاول لديه العدد لسياغرة سوف نضع جدر مربع 2 أس 2 ناقص 1 نضع 1 لأنه لا يوجد x هناك جدر مربع 2 أس 2 هناك جدر مربع 2 أس 2 لأن العدد موجب 2 نفترض أنه كان عدد ساليبا يخرج بالقيمة المطلقة يعني 2 يحدث الإشارة السالبة هي الأولى وهذا يحدث الجدر مربع ناقص 1 2 في 2 هي 4 ناقص 1 تساوي 3 هناك جدر مربع 2 تساوي 3 وممكن أن نكتبها بالجملة إذن صورة العدد جدر مربع 2 بالدالة ف صورة 3 إذن هذا فيما يخص حساب صورة عدد معين إذن هنا يوم سوف نرى سؤال آخر وهو العكس ذي له حدد سوابق الأعداد 1 وناقص 2 بالدالة سؤال الثاني أنا أعطيتك العدد وتلقيت لي الصورة هنا اللي أردت السوابق يعني أعطيتك أنا الصورة وبغيت شنهم الأعداد نحسب لهم الصورة لهم مثلا ونلقاها هي 1 إذن هنا سوف نستعملوا واحد بمعادلة سوابق العدد 1 بالدالة ف هي الأعداد التي تحقق حقق لي الكتابة يعني ف لإكس تساوي واحد سوابق دي العدد واحد إذن هنا عندي هنا الصورة وبغيت شنهم الأعداد اللي غنحطهم هنا في لص إكس وغيرت لقى النتيجة هي واحد لنشنو كندير كنمشي نعوض إفل إكس بالسيغة دي العدد اللي هي إثناني إكس أس إثنان ناقص واحد كتساوي ليا هذا واحد الواحد اللي بغيت لقى السوابق دي العدد إذن هذه معادلة قنحصل هنا يا معادلة قصني ندير الحل دي العدد من معادلة وغيرت لقص صوابق دي العدد واحد إذا نحو نقص واحد دجال أخرى تقوم بإثنان إكس أس إثنان كتساوي واحد زائد واحد لأن الناقص غيرت زائد إثنان إكس أس إثنان كتساوي إثنان هنا يعني إثنان على إثنان ممكن أن ينقسم طرفين بجوجة لا هنا هنا على إثنان نختزل هنا تقعندي إكس أس إثنان الطرف الآخر هو إثنان 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 إ إذا كان A كيساوي صفر، هذه المعادلة لدينا حل واحد هو X كيساوي صفر إذا كانت A صغر من الصفر، هنا المعادلة ليس لها حل إذن هذا هو المثال، يعني X و S2 كيساوي واحد، واحد هو هذا A و A إذا كان موجب واحد راه موجب إذا كانت A موجبا، إذا كان يجرح الحل إذا كان X كيساوي كيف أكثر يكبرون ده؟ أو X كيساوي كيف أكثر يكبرون ده؟ إذا فقد حصلت إلقي أحد العدال موجباً تجدها كل محد downtime واحد وناقص واحد هما يمثلوا لي الصوابق العدد واحد إذن نكتب الجملة إذن صوابق العدد واحد بالدالة هي الصوابق هي ناقص واحد وواحد هنا لحظتم معي العدد واحد عنده جوج ديال الصوابق يعني بتعبير آخر العدد ناقص واحد وواحد عدد جوجهم إذا حسبت لهم الصورة ديالهم غلقها كتساوي لي هي واحد وللاحظتم معي سابقاً حسبنا هنا صورة واحد هيا إف لي واحد لقناها كتساوي هي واحد وإف ناقص واحد قناتها هي واحد اوما الصوابق هو ماذا؟ واحد واحد وناقص واحد جوجهم ماذا الصوابق ديال العدد واحد إذن شوفوا المثال آخر قاكو صوابق العدد ناقص اثنان صوابق نفس شيء صوابق العدد ناقص اثنان بالدالة إف هي الأعداد التي تحقق التي تحقق تحقق لي إف لي إكس تساوي ناقص اثنان يعني شنهما الأعداد إن وجدت لغن نحسب لهم الصورة ديالهم بالدالة إف ولقى النتيجة هي ناقص اثنان إذن السوابق هي أعداد التي تحقق لي إف لي إكس تساوي ناقص اثنان ونحن نعوض إف لي إكس بالسيغة دياله التي تعطيني في المعطيات إف لي إكس تساوي إثنان إكس ناقص واحد تساوي ناقص اثنان هذه ناقص اثنان هو اللي بغيت لي أنا السوابق دياله وهذه هي السيغة دياله إذا ندروا الحل للمعادلة أنا حصلتها التانية على المعادلة يعني الحلول لهذه المعادلة رهما السوابق إن وجدت الحلول رهما السوابق للعدد ناقص اثنان حول ناقص اثنان لجل الأخرى تساوي ناقص اثنان زائد واحد يعني اثنان إكس اثنان كاد ساوي ناقص اثنان يعني اكس اثنان ناقص واحد على اثنان والله لحتذا معي هنا وعمل مع Leave أ quase 2 أعطيتنا seems to be a او إلا لا حتما هنا ‑‑ A A و نقص 1-2 ساليب المعادلة هنا المعادلة ليس لها حل إذا لم يكن لديًا عدد ساليب أي عدد أعصي 2 إلا و أعطيني عدد موجب أي عدد حقيقي إذا لدي أعصي 2 هو أعطيني عدد موجب هنا المعادلة ليس لها حل إذا العدد ناقص 2 ليس له سوابق ففي ذلك القيناع ... ستقوم بإعادة ثوابق معين وذلك أخذنا مثال الثوابق ففي ذلك الثوابق في يتمكن بإعادة ثوابق إذن من خلال هذه الحصة، رأينا كيفية تحديد مجموعة التعريف في بعض الدول، دالة حدودية دائماً، مجموعة التعريف هي R، ثم رأينا دالة فيها المقام وفيها التعبير، دائماً المقام يكون يخالف السفر، شريطة أن في البصمة يكون لديه جذر مربع إلى آخره، ثم رأينا الحالة الثالثة هي لديه جذر مربع، حتى تعبير معين، هذا التعبير يجب أن يكون أكبر من أو يساوي سفر، ومن خلال مجموعة التعريف، نلقاش نهوما الأعداد الممكن أن يحسب لهم الصورة بها دالة، ثم تعرفنا على كيفية تحديد صور بعد الأعداد بدالة، ثم العكس، شفنا كيفية تحديد صوابق، كيفية تحديد صوابق معينة، إذن إلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية هذه الحصة، دمتم في رعاية الله، نلقاكم في حصة قادمة، مع السلامة، إلى النقاء